فزراحة الرئيس صعوبتها انه عايزة اتنين متطوعين مش متطوع واحد يا رب اعيش يا رب اعيش لحد اما اشوف مشكلة موت جزع المخ تحلت يا رب اعيش لحد اما اشوف مشكلة موت جزع المخ تحلت لان المشكلة لازالت في مصر وقفة رجال الدين يقول دي شغلتكو وانا عايز تصريح منه ورجال القانون يقولك ما نقدرش نعمل كده لان ده لازال عايش انا بقول على الملأ هو مش عايش هو مش عايش موت جزع المخ مريض ميت بس اعضاؤه سليمة الرئة سليمة والقلب سليم والكلة سليمة وكبده سليم ممكن ده يبقى حاجة جميلة جدا 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 للتبرع هل تتخيلوا ان في دكتور عنده ضمير ممكن ياخد اعضاء واحد صحي سرقة اعضاء ده افلام ده يا اخونا والله والله افلام عمرها ما بتحصل احنا اللي عايشين في المعمعة مفيش حاجة اسمها سرقة اعضاء خالص بتاتا على الاقل انا بكلم في مصر مفيش حاجة اسمها سرقة اعضاء هتقول لي ده نعرف ناس دخلوا السجن عشان زراعة اعضاء برافا ليك وانا موافق جدا ليه القانون يحتم ان ننقل من مصري لمصري لكن ممنوع اخد عضو مصري الى غير مصري اللي دخلوا السجن دخلوا لانهم خلف القانون ما سرقوش اعضاء هو خد عضو من مصري ده الواحد مش مصري مقابل مادي ده ممنوع عندنا من مصري الى مصري فده القضية فزراعة الرئة صعوبتها انه محتاج اتنين وبعين سؤال الى الناس كلها اللي خد اعدام اللي خد اعدام هل في مشكلة لو اهل وفقه وهو وافق ناخد اعضاءه هناخد اعضاءه وهو اخد اعدام يعني اللي حيقول لي ده لا انسانية اقول لي يا راجل ده مش انا اللي ديته اعدام ده هو واخد حكم اعدام ده هننقذل زراعة الاعضاء في مصر بالصورة انا مش متحمس انا مش متحمس اطلاقا احسن حد يفتكر ان انا بشجع حاجة انا متحمس عندما يطلع القانون هتحمس جدا جدا بس يبقى معايا قانون من رجال الدين ومن رجال القضاء يقول لي انت مش غلطان هتقول لي قد يكون المريض في غيبوبة وانت بتقول انه متجزع مخ لا ده احنا عاملين لها شروط قاسية جدا 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 خمسة اسادزة سنهم كبير جدا كل واحد يخش لوحده كل واحد يخش لوحده ويكتب تقرير اذا الخمس الخمس اسادزة اتفقوا انهم متجزع مو خلاص انتهى انتهى انما حد يتهم واحد انه حيسرق عضو كلام ده كلام ده سيبول الافلام العربي انما مش للطب زراعة الاعضاء عايزة اعادة نظر مهمة جدا جدا عشان هي منظمة الحمد لله وكويسة بفضل الله لكن عايزة اعادة نظر خاصة بعد الفاصل اشتركوا في القناة